ياهلا ومرحبا أعزائي المتابعين أول شيء كل عام أنتم بخير وعيدكم مبارك وينعاد عليكم بالصحة والسعادة يا رب أول شيء حبيت أقول ألف مبروك للفاظ بجهازتنا اللي سمينا عليها السحب الأسبوع الماضي وهي هاي الجهاز الجميل من شركة أورتوريا لأورتوريا ميني فريك عشان تعرفون من اللفاظ في هذه الجائزة الحلوة تابعوا هذه الحلقة إلى النهاية في حلقتنا اليوم حبيت أتكلم عن عشر نقاط استخدمها كشكلست أو كقائمة تحقق وانت قاعد تشتغل على الميكس القادم هاي النقاط أكيد أكيد راح تساعدك في التأكد إن أنت الميكس اللي عندك راح يترجم بالشكل الصحيح على أي سماعات موجودة أول نقطة هي أنك تتأكد من أن الميكس اللي عندك شغال بالطريقة الصحيحة على المونو أو اللي يسمونها المونو كومفاتيبلوتي شنو يعني هاي الكلام؟ يعني إذا عندك ميكس انت قاعد تشتغل عليه على سماعات ستيريو وهي طبعا الشكل الطبيعي حق العمل على الميكس تأكد أيضاً أن هذا الميكس شغال وصوته صح حتى لو كان على سماعة واحدة أغلب الأمبليفارز اللي موجودة في عندهم عادة خيار حق اللي هو مونو أن يصير صوت مونو بدل ما هو ستيريو فدائماً يتحقق من أن الميكس اللي عندك شغال صح على الستيريو وعلى المونو النقطة الثانية هي التأكد من صوت الميكس على سماعات صغيرة أو اللي يسمونها الـ Cheap Speakers أكيد سمعته عن سماعات الأفنتون اللي هي عبارة عن سماعات صغيرة وتمثل لي سماعات ليست سماعات قوية ولا فخمة فهي يساعدني في التأكد أن الميكس ما ليشغال صح على السماعات هذه ومعناتها أن صوت الميكس راح يترجم بشكل صحيح على أي نوع من السماعات الموجودة مدام اشتغل هو وصوته صح على هاي السماعات الصغيرة أكيد راح يكون صوته حلو على سماعات كبيرة النقطة الثاثة هي التأكد من يعني شنو يعني أن هل أنا قاعد أسمع الفوكل صح؟ هل هو واضح؟ هل كل الكلمات واضحة في الغناء؟ هاي النقطة جداً مهمة أني أنا أتأكد منها خلال عملية الميكس لازم أكون قابل على أني أستمع إلى كل الكلمات الموجودة اللي قاعد يقولها المغني وما يكون فيه آلات ثانية قاعدة تغطي على صوت الغناء فالتأكد من أن الغناء واضح وكل الكلمات واضحة هو أمر مهم في عملية الميكس النقطة الرابعة هي التأكد من التيونينج والتايمينج ما للآلات الموجودة في العمل أحياناً وأنا قاعد أشتغل على الميكس حق ناس ثانين ألاحظ ساعات أن بعض الآلات اللي تيونينج ما لها خاطئ مو صاير بالضبط تيون مع بقية الآلات في العمل نفسه وأحياناً أيضاً ألاقي أن التايمينج ما لبعض الآلات أحياناً الإقاعات وهي أمر مهم جداً أن يكون التايمينج ما لها صح ألاحظ أن التايمينج خلال عملية الميكس مو صحيح صاير مو صاير بالضبط متناسق مع بقية الآلات فشهرة مهندس الصوت أكيد مو تتأكد أنه لازم يسوي تيونينج حق الآلات هاي الشيء لازم تكون حق الناس لسجلوا ولكن راح تصيدك هالأشياء فدائماً تأكد أن التايمينج والتايمينج ما للآلات يكون كلها متناسق ومتساوي مع بعض النقطة الخامسة هي التونالتي الكامل ما للميكس شنو يعني؟ يعني أحياناً تسمع الميكس وتلاقي أن الميكس كله صاير بايزي وايد أو صاير مثل ما يسمونه مدي فالتونالتي بشكل عام مو على كل آلة بروحها على الشكل العام لازم تكون متناسقة بشكل صحيح وعشان تقدر تعدل من التونالتي حق العمل كامل تأكد من استخدام الإيكيو في آخر جزئية في عملية الميكس حق تعطي العمل كامل إيكيو معين أو صوت معين وتضبط صوته وتعدله إذا كان مثلاً وايد بايزي تعدلت سويه شوي أقل إذا كان وايد هارش في الهاي فريقونسيز تنزل من هادلين شوي فالتأكد من التونالتي من العمل ككل هي نقطة جداً مهمة في عمليات الميكس خامس نقطة هي التأكد من أن الكيك والبيز متناسقين مع بعضهم بعض أغلب الأغاني بتلاقي أن الكيك والبيز هم العنصرين الرئيسيين اللي يعطونا صوت البيز في العمل ككل فالتأكد من أن هاي الآلتين ما يصوون كلاشي مع بعض ما يتضربون في الفريقونسيز عساس أن كل واحدة فيهم تقدر تقول اللي تب تقوله في المجال الصوتي اللي عندها وما يصير تضارب مع بعضهم بعض دائماً نتأكد من الكيك والبيز متناغمين في العمل ككل وما يصير في بينهم أي كلاش وإلا هاي راح يخرب لي صوت الميكس كامل أحيان يا شباب خلونا نسوي السحب حق جائزة الأورتوريا مني فريق النقطة السادسة هي ميكسينج اون هيدفونز أو أنك أنت تسوي الميكس كامل على الهيدفونز طبعاً ما في شي غلط نحن نسوي الميكس على الهيدفون ولكن أحساس أن أنا أتأكد أن الميكس اللي أنا قاعد أسوي يترجم بشكل صحيح على كل السماعات لازم أجرب على أقل أن أشغل هاي الميكس على سماعات اللي هو ستوديو مونيترز أو حتى سماعات السيارة ممكن أن أنا أسوي على قوتهم الكار تيست فالتأكد من أن ما أحكي الروحي بس في عملية الميكس من خلال الهيدفون وأتأكد أن أنا قاعد أسمع الميكس على سماعات أخرى هي طريقة تضمن لي أن العمل بيترجم بالشكل الصحيح على كل السماعات النقطة اللي بعدها هي التأكد من التكنيكال ريكوارمنز حق هاي الدليفوري وين راح ينعرض العمل؟ هل راح ينعرض على التلفزيون؟ هل راح ينعرض في السينما؟ هل راح ينعرض على التلفونات مثلاً؟ وبالسوشال ميديا أو على الإنترنت أو على اليوتيوب كل هذه الأماكن اللي لها التكنيكال ريكوارمنز أو متطالبات تقنية محددة لازم نحن نلتزم فيها حزة الميكس يمكن إذا مثلاً أنا قاعد أسوي عمل حق البودكاست لازم أتأكد طبعاً أن اللاودنس ما للتراك كومن لازم يكون مثلاً ماينس سكستين اليو أفس فلازم أعرف شنو الريكوارمنز من البداية عساس أقدر أن أنا أشتغل على الميكس ويكون هذا الميكس يوفي المتطالبات التقنية حق المكان اللي أنا بنشر فيه العمل النقطة التاسعة هي أن نحن نتأكد من أن العمل مو ممل يعني أن الميكس نفسه مو صار ممل حاول تكون دايناميك في عملية الميكس نفسها ما يكون كل شيء مثلاً على مستوى واحد حاول تكون شوية جريء في أنك تطلع الآلات بطريقة مختلفة أنك أنت تخرج الصوت بطريقة الناس مو متعودة عليها فممكن يكون هاي الشيء يميزك ليش الناس قاعدة تروح حق ميكس انجينير معينين لأنهم يعرفون أن هاي الميكس انجينير الستايل ماله في الميكس هو الستايل مرغوب أو الستايل ناس تحبه فحاول أنك تحصل الستايل مالك كميكس انجينير أو كمهندس صوت عساس أن الناس أتيلك لأنه يتبي الصوت اللي أنت وما حد غيرك قادر أنه يطلع من العمل والنقطة الأخيرة يا شباب هي حاسب أنك تسوي شيء اسمه لا تسوي ميكس وتوصل للمرحلة اللي أنت تبيها وبعد ترد تسوي ميكس مرة ثانية وثالثة لما العمل يضيع مثل ما يقولون يعني لازم العمل يكون واصل إلى مكان معين يكون كل مرتاح منه وخلاص خلاص العمل يكون جاهز حتى لو بتقضي ساعات أكثر في عملية الميكس ممكن أنك ما راح تحصل على نفس النتيجة فإذا وصلت لمرحلة أنت والعميل راضين عن الميكس خلاص شذي يعتبر الميكس انتهى فحاول تتجنب عملية الأوفر ميكس اللي هناك تسوي ميكس للعمل أكثر من مرة إلى درجة أن العمل ما تكون لهوية أو بصمة ماضحة وبجذي وصلنا إلى نهاية الحلقة يا شباب أتمنى أنها عجبتكم ألف مبروك مرة ثانية للرفاز بجهاز الأورتوريا مينيفريك تواصل معاي عساس أن نحن نقدر نرسلك هذا الجهاز وإذا حابنتم تشترككم في دورة الهندسة الصوتية المجانية راح أخلي الرابط في وصف هذا الفيديو أتمنى لكم دوم الصحة والسعادة وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة ترجمة نانسي قنقر